شكراً للزملاء وأهلاً بكم في النشاة الرياضية برعاية سمو الشيخ نورا بنت حمد الخليفة قائد فريق الفرسان حصد فريق فيكتوريوس جائزة أفضل حالة جواد والتي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية والسباقات القدرة في ثاني بطولات الموسم الجديد عشرين ثلاثة وعشرين عشرين وأربعة وعشرين وذلك للسباق المحلي لمسافة مائة وعشرين كيلومتر وتأتي الجائزة في إطار حرص سمو الشيخ نورا بنت حمد الخليفة على مؤصلة ارتقاء رياضة القدرة البحرينية والتي شهدت ازدهاراً ونمواً في الفترة الماضية بعد سلسلة من الإنجازات الخارجية وتوجب المركزية الأول الفارس محمد خالد الرواعي من فريق فيكتوريوس مع الجواد آيستر هوبولوتي بعد أن أنهى السباق بصحة جيدة انطبقت عليه معايير الجائزة أحرز البحرينية عبدالله فاروق المركز الأول في بطولة العالم لبناء الأجسام في إسبانيا وذلك في فئة وزن خمسة وثمانية كيلو جرام لتواجه بالميدالية الذهبية كما حقق البحرينية مسلم البناء المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية في منافسات وزن تسعين كيلو جرام وحين احتل أحمد الصياد المركز الرابع عالمياً في منافسات وزن سبعين كيلو جرام ليختتم بذلك منتخبنا الوطني لكمال الأجسام مشاركته في أقوى بطولة العالم بحصيلة بلغت أربع ميدالية ملاونة حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتسي يوم الثاني عشر من نوفمبر الجاري موعداً لبدء معسكر المنتخب الوطني الداخلية خلال فترة الأيام الدولية لشهر نوفمبر الجاري واستعد الأحمر الوحريني خلال هذا الشهر لخوض مبارتين في التصفيات المزدوجة والمؤهلة لكأس أسيا عشرين سبعة وعشرين وكأس العالم عشرين ستة وعشرين إذ سيلاقي منتخب اليمن في الجولة الأولى يوم السادس عشر من نوفمبر في مدينة أبهى السعودية ويستضيف منتخب الإمارات في الجولة الثانية يوم الحادي والعشرين نوفمبر على استاد البحرين الوطنية أكمل فريق أم الحصان فرق الدور ثم من النهاي لمسابقة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم وذلك بعد فوزه على البديع بهدف مقابل لا شيء في ختام الدور التمهيدي للبطولة بهذا الفوز سيكون فريق أم الحصان على موعد مع فريق النادي الأهلي ضمن الدور الثاني والذي يشهد لقاء الرفاع مع علي المحرق مع جلالي الخالدية مع الحالة الشباب مع الاتحاد لبسيتين مع السترة الرفاع الشرقي مع المنامة وأخيرا الاتفاق مع الحد تغلب فريق المنامة على نظير فريق مدينة عيسى بمائة وتسع عشرة نقطة مقابل ست وثمانين وذلك ضمن الجولة الثالثة للدور التمهيدي لدور زين البحرين لكرة السلة على صالة زين بمجمع الصلاة بأم الحصان وفي مواجهة ثانية حقق فريق الحالة انتصاره الثاني في المسابقة بعد فوز على نادي سماهيج باثنتين وتسعين نقطة مقابل ست وستين انطلقت أمس الأحد على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط تجارب السائقين المبتدئين لبطولة العالم للتحمل للموسم عشرين ثلاثة وعشرين وانطلقت التجارب خلال اليوم خلال فترتين واشترك في هذه التجارب مجموعة من السائقين المبتدئين على متن ثمان عشرة سيارة خلال فترة الصباحية تمكن فريق هورتيز تيم جوتا من تحقيق السرع زمن أما في الفترة المسائية فتصدرها فريق فراري اي اث كورس اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر